في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا بمحافظات الجمهورية نظمت إحدى جمعيات التحالف معرضا لتوزيع ما يزيد عن 7800 قطعة ملابس كما شمل المعرض عددا كبيرا من الشرط والأدوات المدرسية وذلك في إطار الاستعدادات العام الدراسي الجديد حيث تم توزيعها على أكثر من 3000 مستفيد من أبناء محافظة الجيزة في محافظة الفيوم افتتحت إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عددا من العيادات التخصصية للكشف والمتابعة وتقديم الإعلاج بالمجان على أهالي الفيوم